أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الدوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمليون وثلاثمائة ألف مواطن بمحافظات الصعيد في محافظات ألمينيا، أسيوت، سوهاج، قنة وأسواد ووضحت الوزارة أنه تم عقد 150 ندوة تثقفية ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات الصعيد في مصر كما تم إطلاق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان كما أكدت الوزارة تفوفير فرق من الأطقم الطبية والتواصل المجتمعي لتنظيم زيارات للمواطنين من ذوي الهمم في مقار إقامتهم لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا